مستبقاً إعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية لانتخابات تشرين ظهر السيد الصدر في بغداد ليفاجئ الوسط السياسية العراقية بحراك سياسي ابتدأه بزيارة رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي في مقره الرسمي ولم يكد الوسط السياسي يفيق من وطأة زيارة الصدر للحلبوسي حتى فوجئ بلقاء مهم بين وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشير زيباري مع الهيئة السياسية للتيار الصدري ليعقبها الصدر بزيارة ذات زخم كبير لزعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم حراك الصدر السياسي في بغداد الذي قرر أن يقوده بنفسه هذه المرة يشير إلى أن معركة الكتلة الأكبر قد ابتدأت عندما حدد السيد الصدر ساعة الصفر لانطلاقها حتى قبل مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية في المقابل فإن الإطار التنسيقي رد على حراك الصدر وإن لم يسمه بالتأكيد على أن حكومة الأغلبية ليست خياراً مطروحاً على الإطلاق وحذرت مصادر في الإطار من دعوات لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية في الظروف الاستثنائية غير الطبيعية وقالت إنها تعني إقصاء طرف على حساب آخر مما يجعل المشهد السياسي أكثر تعقيداً وبينما تنتهج بعض قوى الإطار سياسة التصعيد فإن قوى أخرى تعمل باتجاه التهدئة والسعي للحصول على موطئ قدم في الحكومة المقبلة في ضوء الظروف الإقليمية التي ترغب بعض أطرافها أن يكون لها حضور في المشهد السياسي العراقي